لو زعم بالرسمي فارق بوعسكر أقوى من المحكمة في العادة إذا تحبت الترشح للرئاسية والهيئة قتلك له القانون تونسي قلق عليك بالمحكمة الليدرية هي الجهة المختصة بالتشكيلها وترجع لك حقك وله هنا عندك الحق في دو شانس من الأول تطعن عند استيناف المحكمة الليدرية وهوكا إذا حسيت الاستيناف ممشاش معاك تطعن عند الجلسة العامة ولهنه خليني يطلق الجلسة العامة راهي الفاتق الناطق أحكامها بتا وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعام هي يعني من الأخر بعدها يحرم الأحديث يهتوا ويقول القائل كيفما استيناف وجلسة عامة كيفاشوصلنا لحكاية الجلسة العامة هذي طول هبا افكتيف موب لهنه يظهر لي فاتتك حلقة وقتلي المترشحين قدموا ترشحاتهم فما شبيبكي مع عماد الدايمين منظر الزنادي وعبدالتيف الماكي ترفضوا لعدد أسباب خليلا نقولوا الضحك أول فتوى باش يأخذوا حقهم مشيوطانوا عند استيناف المحكمة الإدارية هو الاستيناف الهنة بالو مكان شوية ساعة حتى طرف طول قلق الهيئة عند الحق يرفضتهم وهم بيدهم ما عندهمش الحق باش يترشحوا هو بيناتنا بالاستيناف كأنه كان خايف شوية ميبو شاعلنا فيه الهنة قانونا يلسو في تمنطق بالحكم المحكمة لازمها تبعث مسودة الحكم للهيئة وهو عبارة على ريزيومي اللي يمتينوا كلمة على الحكم اما دوب يوصل للهيئة لازمها تنفط ومن بعد المحكمة عندها 48 ساعة اكهو باش تبعث الحكم كامي لن مكتوب للهيئة ميبو حكم كتبت حكم كامل يفو باش وقت من الوحكمة وباش الانتخابات متعطلش الهيئة والمحكمة كانوا في جميع الانتخابات متفاهمين انه الهيئة تطبق حكام المحكمة على المشودة وهو كان المحكمة كتكمل كتبت الحكم كامي لن تبعثو حتى بعد 48 ساعة مش مش مشكل وهذا مثلا تجل تستنجو كي هبطوا أحكام للسناف دوب الدوائر للسنافية متع المحكمة الليدارية رفضت الطعون في نفس النهار الهيئة هبطت اخبار فرحانة اللي المحكمة الليدارية ايدت قراراتها ورفضت ترشوحات الشبيبة بمعنى لاستنات حتى لين يتبعثو لها أحكام كاملة ولهم يحزنون ايشنو اللي سارت اوه الشبيبة هذي بتبيعة ما ايستش وقتلك مادام ما لقيتش حقي في للسناف باش نوصلها للجلسة العامة متع المحكمة الليدارية وهوكا ينعيشوا عيشة فل ينموتوا الناس الكل الجلسة العامة هذي متلعبش فهي فوق العشرين القادة حشعينيك هو الكل امكرك جيه متع قانون عكس للسناف متع أربع عقوضات يعني بالنسبة للجلسة العامة الخوف كان مرب وهو هيكا علاش طعونكي مشت للجلسة العامة الامور تقلبت 360 درجة الجلسة لهناك تشفت انه حكم للسناف في حق بعض المترشحين كان غالق والهيئة منشيرة الأخرى ما عنديش الحق ترفض طرر شوحاتهم ولازم يرجعوا بالوقت الكورسة على الانتخابات الهناه كل عادة خرجوا الحكم والجلسة العامة بعثت منطوقه لليزير على أساس تنفيذ على المسودة كما مستنسين وهوكا الحكم كامل بتبيعت بشي تبعثم بعض أهما الهناه الهيئة قتلك هاه استنى استنى الهيئة قتلك هاه استنى استنى الهيئة فرط ضربة ووزير بشي خرجوا راسا راسا مع الرئيس هلا لا هكا ما نجمش ظهر لي الوضعية مهيشية ولازمني نلقى خرجها مع الجلسة العام لهنه الهيئة ملقاتش بها وين قررت تعاود مشكلة كارتة مع المحكمة هما وتذكروها كالفازن طعا 48 ساعة اللي كانوا مطفين عليها الضوء قتلك الهيئة توا ليه ونرمال مول محكمك يا حكمة هما عادش لازم تبعثلي منطوق الحكمة كهو هلا لا بدلت رأيه توا لازمك تبعثلي قبل 48 ساعة الحكم مكتوب كاملا وطانكو استنيتك 48 ساعة وما وصلنيش الحكم كامل دونك بره بلو وشرب ماهه يا هيئة بالسياس اش بيكفر الاستيناف؟ ما قلتوش الكلم هذي دوبما هبط حكم الاستيناف برفض طعون المترشحين هبط في جورته استاتوي فرحانة خطلك ليه؟ هيك خطر مسودة الاستيناف كانت واضحة في منطوقها أما مسودة الجلسة العامة توا ما كانتش واضحة هو صحيح قتلي نقض الحكم أما ما قتليش رجحهم في القائمة متعلن دي خبات ولا؟ يعني المحكمة تقولك نقض حكم الاستيناف يعني بلغة أخرى فصخ حكم الاستيناف وقبول ترشح فلال الفلان هذا موش واضح؟ ابلدي هاو القرار زادا قلت نفض على المسودة وفمك سيك قتلك لا هيك قارات واني نطبع القانون والقانون قال لي ما نقبل كاني 48 ساعة يليك يهديك هاو عندك حتى لنهار الثلاث باش تعلن على القائمة وعليش تجري لنهار الثلاثين باش تخرج المحكمة فلورجوز عما زعما فتتها لجادة؟ قتلك لا لا يا زادا نهار الثلاث هيكا؟ ايه اللي نقرر فيه إذا ننشر وقتها ولا ما نشرش أما المحكمة يتبعث لي قبل نهار الثلاثين يالا الهناك كي ما تشوفه الهيئة اللي نورمال مو مالها إلا طرف في النزاع قدام المحكمة واللي لازمها تسمع الكلام كيف هكيف المترشحين اللي طعمنا رسلت لها فكت بلاس المحكمة واللي تحكم وتأول في القانون كي ما تحب توبر جولية بيناتنا قايس عايد يستحق لها الدرجة أربيتر بشي دزل معا الكورة